هاد الهجوم هادا كيزيد غيري اكد ليه لاناني غاضف الطريق صحيح واي واحد هاجمني من الله انا غن اتخذت الاجراءة القانونية ديالي فحق اي واحد هاجمني ولي هاجمني من الله والتحامل كبير باش كنوع ديال واحد تحديد السرعة زع ما باش نبعد عن الموضوع و انا رما عارفين انا ما وصلش لهذا الشي باش نبعد انا هاد الشارك انت كانت منه واحد النهار نوصلي و الحمد لله بالفضل ديال سيد اربي و بالفضل ديال كومتو بكا سلطة ربيعة و بالفضل ديال رأي العام اللي سندني وقفي بجنبي الحمد لله هاد شي كامل بالفضل ديال و كينا بزاف ديال المستجدات ولكن راه بقى في السرية ان شاء الله الموضوع ما بقى والو ترفع عليه السرية و غادي نشاركو معه مع الرأي العام غا نشاركو معه كل شي ان شاء الله ما بغيت نقول بزاف ولكن كنت حفظ على بعض الامور اللي حت باقي الموضوع في السرية ما يمكنش لي نخرج و نقول كل شي و ان شاء الله راه كيف ما وعتكم مني ترفع السرية الموضوع راه نشاركو معاكم كل شي ان شاء الله انا الاستادة زين بمشكورة من هاد المينبار هي واسف هو راه ما كان شاهد واحد كيف ما كان قوله راه كان 25 شاهد هادو حمال اللي احنا عارفين نرى 25 شاهد كيف ما قالت الاستادة زين بخيار و كاملين الله يرحم لهم الوالدين و شكرا لهم بزاف من هاد المينبار بقى الناس بقى فيهم بقى كتحركهم روح الانسانية و بقين كيخافوا من صدر بي الحمد لله حت بقين احنا عايشين مع الناس بحلقة انا ما عندي علاقة مع احد و ما بغيت تكون عندي علاقة مع احد تفلمو سألا ما كينش ما بغيتش لا مشي ما شوف ما بقت عائلة العائلة اللي كيتخلاو عليك وتخلاو علي اباهم هم هو اللي وولو ما ما بغوش يتبعو القضية دياله و ما بغوش حلم من حاجة و تسترو تحفظو على شي حلم من حاجة ما ما كينش العائلة و ما بغيتش نعرف تحد الأخوة الأخوة هي التحيلية و نتحيليك و تهزني و نهزك وقت المشاكين المشاكين ليس نخليك غارقة في الغيسات و نفضل رأسك من الغيس على تقولي اخويا لا اسمح لي انا بوحدة في هذا الميلف هذه حقيقة ما غيرت شي واحدة يغيرها انا بوحدة في هذا الميلف من 2018 و معايا و خمعايا عمامي و كل شي انا بوحدة كطرف كابنة كنتكلم على راسي كابنة و أخاوة عنده أربع ديالبنان و خاختي اللي في اسبانيا راها معاوناني كتسول علمي الف ديالبابا و تهي يرها طرف مدني معنا في القضية و مش حال من حاجة ولكن انا اللي ببوحدة في تطلعوا له بي واحد حسو بان الحقيقة راها قريبة تبان اي واحد هاجمني ولا قال في اللي قال من الله انا تبعتهم قضائيا و غان تبعهم حتى عند الله انا كيف ما قلت ليك على ان اي واحد كان كنتقضني انتقاد بناء اللي هو غاي يكون انتقاد اللي غنشوفو انا راح في المحل دياله ما انتقضني بوحد طريقة اللي ما تكونش غاد جرحني انا فيها ما حتى انا ما اديتا واحد انا خارجة كنقل بغي على الحقيقة ديالي ما اديتا حد ما بغي تحدي اديني على الاقل واحد لما غاي عاونك شع تكتقال كيتلاقوني الناس في زنقاء كيوقفوني كيجيو عندي الناس غي مؤخران جو عندي الناس من فاس من كازا من طانجا من مراكش كيجيو عندي كيبقوا مساكني يسولوا ما عندهم شان نمرة التليفون كيسولوا على الدار عاد كيجيبوهم شوف الناس بحال الله ربي مني كيبغيك كييعطي طي اللي الناس يحبوك بوحد طريقة اللي هما معمرو شافوك كيشوفوني غي في الشاشة في العالم في السيارة ديالا ما شافونيش في الواقع بغاوني وكيحبوني وكيجيو وكيقلبوا عليها ويسولوا فيها بلا الناس اللي كي يتلقوني في الصنقاء ويقولك بنتي الله يعاونيك رحنا كندعو معك رحنا كندعو معك رحنا كندعو معك كندسنا الجديد في القاضية ديالك وكندعو معك والحمد لله هاد شرا كيعجبني وكيفرحني شكرا لأي واحد من هاد المنبر كيشوف فيا ابنا واختس ودخني لداره وكيفاش كان حشوف هادك واحد الاحساس اللي ما كانت من التشي واحدة يعيشو ولكن ما عندما نديرو سنة الحياة بقي ان شاء الله غنطلقاو في الحياة اللي هي عند ربي ان شاء الله الحياة ديال خلود وحنا ركي يحسبي نشوف اللي يتيم ما غيحسبي غير اللي يخوه يتيم في حاله وحنا اللي بحال ده بحنا على مشاري في عيد الأضحى كو كان ببالله يرحمو حي مكناش كيكون عندي العيد بحال هكا وقريب العيد الكبير لكن الغالب الله بغاه الله تضاه الله عندي ما نديرو الله يرحمو الله يوسى لي كانت يقول لي غير قرائي قرائي بقيت قرائي تديرها 40 عام قرائي انا ما بغيتكش قرائي باش خدمي بغيتك تقرائي بغيت نشوف بنتي أنا قارية واعية نفتخر بيها ما كانش كيتس اننا بنا نخدمون رطولي ولا بغينا نقراله طب بعت الحال قدوالية قدوالية وكيشرفني على ان الأب ديالي كان عطاه لي يب أربي في حياتي وعشت معاه لأنه أب رأى أب كان أب حنين وشرف لي انا الأب ديالي بقي بقي لداب انا كان فتخر بيه بقي الله وخمال ما تفكرنيش والله ما بقيتش قادة نتفكر وحق الله العظيم ما بقيتش كان بغيتا نتفكر هكتلك غايحس بيغي اللي عاش هادوك الساعات اللي قبل الاخرة اللي كتشوف فيها شي حدو انتها في ذاك الوقت راك ما عارب شا ديك راهش شوف الاخرة وخاق البكرة كي علمك راكي يخليك تحس ولكن راك ما كيكونش عندك اليقين على انها راك شوف الاخرار تشدو تسدعلي وتحبزو وتخليش يخرج كي الحمد لله شكرا لأستاذة زينة المشكورة من هذه المنبارية والسعب السامات والسايح الحمد لله أستاذة لا بقيت المحاكم كيف ما كيسمي ورها لا بقيت المحاكم انا نتقطاء كي توقف مع الناس اللي نحن الناس اللي كانت طلبوا نحن الناس اللي كانت طلبوا نحن الناس اللي كان بغير وغيروا يقبط بيدنا الحمد لله يلاقينا ربي معا ما حسنا مننا يقول لك الميلف مشاهل الحفظ لماذا يقول الميلف مشاهل الحفظ؟ يجبنا ورقة من المحكامة أصلاً لا يوجد حق تشي يأخذ ورقة من غير نحن المطالبين بالحق المدنيين الذي يضع أسماء في الميلف تكيه درخاوي المشيت ومشيت لقلوا لي أعطي الميلف ومشيت لقلوا الميلف تحفظ ويروجوا نحن نحن عادت السباح كنا في المحكامة يروجوا لو يروجوا اللي سيجيب درخاوي يعطينا دليل لان يبقى يهضر بغي يهضر خلي يهضر الناس سبح الله العظيم القيم الأخلاقية انبطحت الناس والله تبغي التأكل تأخذ القوت اليومي ديالها من الحم الناس وفي من الحم واحد السيد اللي الله يرحمه لا حول ولا قوته لي عند الله من الناس وصلت لهذا الشرع لا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم واللي يستغل خليه يستغلوا يبغى تأخذ النار الناس سوف نعيش فيها نحن نعرف نوقت الناس سوف يجيب الناس في الدنيا تخلقنا العبادة ديال الله سبحانه وتعالى باش نؤديه واحد الفرائد اللي يبغى يخرج على السطر سوقه هادا كي تحمل المسؤولية دياله عند الله راهم دابا يأكلوا كين هشوف الحم ديال واحد السيد اللي هو ميت ما غاديش يقدر ينود من القبر يقولوا محشو ما عليكم هذيك الحضراء اللي كتقولوا علي را ما كيناش راحشو ما عليكم هذك شي اللي كتقولوا علي وكتروجوا علي را ما كينش ولكن انا كينة راه كان دافع لي كنا نأخذ التخط حق الناس اللي خرجوا على السطر إجراءات لي هي قانونية ومنات المين بارتا نقول لي ومرا ديروا في بالك ومرا كتاكلوا في الحم واحد السيد اللي عند الله اللي رحم الله يوسائي وخانا نسمحليك ومرا هو ما غا يسمحشليكم وخاتا هو يبغى يسمحليك ومرا ربع لها شي اللي درسمو حلوش يبغى يسمحليك هذا شي كامل درناه وشوف الميل فوام صنف جريمة من 2021 ولكن انا واحد هو ما ما عرفش لا لا دراية ليه بالمساطر القانونية وبدك شي اللي منا نشرح ربح لكات شرح اللي وخاتا التعييت بالصد بالخوشيبات ما بغاش يفهم واش غا نديروا ليه صافي يقولوا ليه انا رسالتي للناس للرأي العام اللي سندني وشكرا لكم توما اللي سمعتوا ونورتوا الرأي العام ووصلتوا الصوت ديالي ورسالتي للرأي العام اللي كيدعمني شكرا ليه وكان بقى نقرأ لي كومنتار وكان قرأ لي ميساج ديالي في الباج الخاصة ديالي اللي كيعجبوني بزاف على ان الناس كيفاش كتدعي معايا كيفاش كتبغاتني وكيفاش كتدعي معايا ورسالتي للرأي العام ياخد الحق في اي واحد حطي يديه على ببالله يرحمه اي واحد باقي كي يعكس وكي حاول يعكس ومن قارب ولا بنبعيد في الميل في ديال ببالله يرحمه حسبي الله واحدة ونعملوا ما تعرضت صراحة المساوامات تعرضت المساوامات من قبل ما ينخرج الإعلام ما غادي نكذب على أحد من ينخرج ما غاية هذه المضاياقات واحد كيعيرك من هنا واحد كي يخليهم الله يهديهم شي لغا نقول الله يهديهم لا تنسوا أن تابنوا معنا فلاشين يوتيوب وبرجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي ولا تنسوا أن تقوموا بالجانب